حدثنا معاوية بن هشمين أبو الحسن قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال قال مطيع بن الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صبرا حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن عبدالله بن مطيع عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني شعبة بن الحجاج عن عبدالله بن أبي السفري عن عامر الشعبي عن عبدالله بن مطيع بن الأسود أخي بن عدي بن كعب عن أبيه مطيع وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهتي بمكة يقول لا تهز مكة بعد هذا العام أبدا ولا يقتل رجل من قرشي بعد العام صبرا أبدا حدثنا يحيى بن سعيد عن زكري حدثنا عامر عن عبدالله بن مطيع عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم ولم يدرك الإسلام أحدا من عصات قرش غير مطيع وكان اسمه عاص فسماه مطيعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم